خصصناه لموضوع ديني يتعلق بالعشر الأوائل من ذي الحجة والفجر وليال عشر عشر مباركات تزامنت عفوا وهذه السنة مع ظرف عصيب تمر به الجزائر أو يمر به كل العالم والفجر وليال عشر أستضيف معي هنا في الوستوديو شيخ سناني عبدالقادر إمام مسجد البشير الإبراهيمي بالجزائر العاصمة سباح الخير أستاذ سلام عليكم ومبارك الله فيكم على استضافة شكرا على هذه الزيارة المباركة شيخ سناني لو تحدثنا أولا عن فضل هذه العشر من ذي الحجة من الله مرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة المتقين والأعدوان إلا على الظالمين وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه العشر الأوائل من ذي الحجة قضلها عظيم عند الله سبحانه وتعالى لسيما أنها شهر حرام والأشهر الحرم لها ميزة عند الله سبحانه وتعالى أنها مقدسة وأن الله عز وجل حرم فيها كل الأمور التي تضر الإنسان وكل الأمور التي لا تنفعه والتي تضر بالكون أو بالخلق جميعا الله عز وجل ذكرها في القرآن إجمالا وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا فصلها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن السنة تشرح أهاب فهي ذو القعدة وذو الحجة ورجب وكذلك المحرم هذه الأشهر الحرم هذه الحجة شهر حرام وكذلك نقوله شهر حرام معناها أنه يحرم فيه الذنوب تحرم فيه المعاصي تحرم فيه العداوة تحرم فيه التقاطع بين الناس الهجران كل الأمور التي لا تشرف المسلم نعم شيخي لو تسمح لي بهذا السؤال ربما ما الذي يكون مباحا خارج الأيام العشر يصبح حراما خلال هذه الأيام أو مكروا هي الأمور التي تكون محرمة في هذه الأيام القتال مثلا نعم القتال بين الأشخاص أو بين الدول أو بين الجماعات لا يجوز للناس في هذه الأيام أن يتقاتلوا بالضارب وكما رأينا في ما عرض عنه الآن هذه الأمور الأوجاع التي تصيب الناس في الفزع يفزعون بعضهم بعض بالكلاب أو بشيء ربما وزلت ويصبح أوزار هذه أوزار هذه الذنوب لا يمكن أن تقع في هذه الأيام يباح فيها ما أباحه الله سبحانه وتعالى من صلاة الأرحام ومن الصدقة ومن العمل الصالح الذي يقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى فهي أيام فاضلة فضلها الله عز وجل لا على الأيام الأخرى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهنا أحب إلى الله من هذه الأيام يعني هي أيام العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من بيته بماله وسيفه ثم لم يرجع بذلك من شيء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهي أيام فاضلة العمل الصالح فيها يضعف يضعف من الصيام ومن قراءة القرآن ومن الصدقات ولذلك الإنسان يطيب تطيب نفسه في هذه الأيام حينما يشعر بأنه يقدم الخير للناس وأنه كذلك يفعل فيها الصالحات التي تقربه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى يبتعد عن ما يشين مقامه كإنسان خلقه الله عز وجل بيده إذن فضل كبير لهذه أيام شيخ سمعت مؤخرا الكثير من الكلام حول عدم قص الأظافر والأخذ من الشعر ربما هل هذه سنة هل هذه واجبة هل واجبة فقط على من يشتري الذبيحة لو تسحنا هذا الأمر شيخ هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث حديث أم سلمة نعم على كل حال هذا الحديث اختلف فيه العلماء في مدى صحته وهل هو ملزم أم غير ملزم هو واجب أو غير واجب لكن صياته تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره نعم فليمسك هنا هل هي أمر يفيد وجوب أم أن له قراء أو قرنة تصرف عن هذا الوجوب فنحن نميل إلى القول أن يندب للناس المضحين أن يمسكوا على أشعارهم ويمسكوا على أظفارهم عملا بفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستمساكا بسنته لكن من أخذ من أظفاره وأشعاره هذا لم يقم بشيء حرام أو بشيء يستحق عليه العقوبة لأن حتى الأضحية الأضحية التي أردنا إذا أردنا أن نمسك عن شعارنا بسببها هي ليست واجبة عندنا في المذهب المالكي وإنما هي سنة عند الإمام مالك وفي قول آخر المالكي هي سنة مؤكدة والسنة المؤكدة تاركها مع القدرة مكروه يكره له أن يتركها مع قدرته ثم أنه يلام ويذم في حالة القدرة على عدم فعلها لكن لا يعاقب إن تركها أو أنه يصبح بالتالي هذا القص الأظافر والأشعار ليس حراما من فعله وليس واجبا للإنسان عليه أن يلتزم به فهو محمول على ندب على الاستحسان وعلى كذلك أنه سنة ليست سنة أكيدة للناس أن يفعلها شيخي كريم العشر الأولى منذ الحجة في هذه السنة أتتنا في ظروف استثنائية نتحدث عن كورونا والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وغيره وغيره كيف يمكن أن نحيي هذه العشر في ظل هذه الظروف العصيبة التي نعيش فيها؟ ممكن كانت المساجد مفتوحة السنة الماضية هذا العام مساجد غير مفتوحة ممكن السنة الماضية كان الصوم سهل لأنه لا حاجة للمناعة مثل ما نقوله وهذا العام الصوم صعب لأنه يؤثر على مناعة الإنسان كيف ممكن أن نتعامل مع هذا العشر منذ الحجة في هذا الظرف الصحي الذي نعيش به؟ أولا قولنا بأن الصوم يؤثر على المناعة هذا يحتاج إلى دليل علمي صحيح لأنه نحن نعلم بأن الصيام هو أصلا مناعة للإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا الظرف الذي نحن فيه صعب جدا صحيح بسبب هذا الوباء الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عننا وأن يحفظنا إن شاء الله جميعا منه وأن يشفي جميع مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يتقبلهم إن شاء الله من شهداء نستغل هذه الأيام بقراءة القرآن في بيوتنا تماما كما قمنا بصلاة الترويح في بيوتنا مع أبنائنا وأهلينا وشعرنا بنوع من اللذة إصحى التعبير خاصة الذين ربما كانوا ربا ضرة نافعة الناس الذين كانوا ملتزمين بالمساجد وربما لا يصلون بأبنائهم ولا يلتقون مع أهلهم طوال العام هذا العام وجدوا في ذلك لذة ووجدوا في ذلك متعة صحيح أن الأمر شاق على النفس أنك لا تصلي في المسجد وأن المساجد مغلقا لكن أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى ما بأيدينا الله عز وجل إذا أراد لشيء أن يكون أمره بين الكافي والنون فإذن نحن نحيي هذه الأيام تماما كما حين شهر كامل من العبادة وقراءة القرآن وصلاة التراويح في بيوتنا وأن نلتزم بالتدابير الوقائية الصحية لأن هذا المرض خطير جدا لا ينبغي أن نستهجينا أو نستهينه أو نتساهل معه أو نقول بأنه لا كاش منه كما نقول بالدارجة هو أمر قد أخذ أحبابنا أخذ أعمامنا مفاية تجاوزت العالم نعم والعالم كله يعاني منه العالم كله يعاني منه هذا فيروس كورونا غير برئي وهنا الخطر يكمل عدم رؤيته هذا هو عدو خفي مخفي لا يمكن أن ينجو منه أي واحد من الناس غني فقير صغير كبير صحيح سقيب ولذلك لابد أن نأخذ بنصائح الأطباء وبملاحظات الواعظين بالابتعاد بعدم التقبيل بعدم المصافحة بالاختلاط الكثير لأن هذا هو توافقني حفظ النفس هو حفظ النفس لأن حفظ قاعدة حفظ الأبدان أولى من حفظ الأديان هذه قاعدة مشتقة من كلية على كل حال فيها خلاف على كل حال ولكن نأخذ بها نحافظ على أبداننا قبل أن نحافظ على ديننا لأن بالنفس يمكن أن نقيم الدين لكن إذا ذهبت النفس لا يمكن أن نقيم الدين شيخ لو نأخذ معك سياق آخر في هذا النقاش الكثير 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 من العائلات الجزائرية تضررت اقتصاديا من جائحة كورونا فيه ناس ربما يعملوا بدوام يومي فيه ناس عندهم محلات مغلقة فيه ناس عندهم حافلات مركونة لتعمل كثير من العائلات تضررت من هذه الجائحة اقتصاديا لو تحدثنا عن فضل الصدقات وفضل مساعدة الفقراء والمساكين والمتضررين من هذه الجائحة خلال هذه العشر أولى من ذي الحجة نعم الصدقة أمرها جميل وغريب وأمرها خطير في الإنسان الذي يعني لا يتصدق الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم لكن الإنسان الذي يتصدق ويعمل بالصدقة فإن الصدقة ترفع البلاء وكذلك تدفع غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى وهي وسيلة من الوسائل التي تكفل تضامن والتكافل الاجتماعي واختفاء الشح والبخل والحقد والحسد بين المسلمين فإذن الصدقة هي عمل أرباني إن صح التعبير يقوم به العبد امتثال الله سبحانه وتبارك وتعالى وأمره ثم أن الإنسان الذي يتصدق وهو شحيح يخاف الفقر ويأمل الغنى هو أفضل عند الله سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك الغني فهذه الجائحة في الحقيقة سببت شلل اقتصادي كبير على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول هنا يظهر تلك الروح تضامنية تلك الروح الإسلامية التي تجعل من الإثار خلقا عظيما جسده القرآن وجسده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلد ذكرهم الله عز وجل في القرآن حينما قال ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا الشعور هو الذي يجعلني أنا كجار نسأل عن جاري هل عندهما يأكل هل عندهما يلبس أخفين ربما لو توفقني فيه الكثير من الناس يحتاجون بهم خصاصة كبيرة ولكن سكتين يعني لا يقصدون الناس في مال ولا في غذاء ولا في نعم هؤلاء هم الذين يبحثوا عنهم هؤلاء هم الذين يبحثوا عنهم وهم الذين نذهب لهم بأقدامنا وبأيدينا ونعطيهم ما أعطانا الله سبحانه وتبارك وتعالى يعني شيخ دحبيت تقول لي ما تسناش جارك أو صديقك حتى يجيه ويقول لك أعطيني نعم أسأل عنه أسأل عن جارك أسأل عن أحبابك عن الناس الذين ليس لهم ما يأكلون حتى يأكلوا في هذه الأيام الأضحية الأضحية شعيرة من الشعائر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إذا كان ربي فتح عليك بكبشين ابحث عن جيرانك الذين ربما أو أي منطقة في هذه الأرض المعمورة هذه الجزائر المحروصة ابحث عنه وقدم له أضحية يكون لك الأجهر إن شاء الله مضعف عند الله سبحانه وتبارك وتعالى شيخ كلمة باختصار يعني في آخر هذا اللقاء كلمة مختصرة للجزائريين بمناسبة هذا العشر الأولى من ذي الحجة أنا أوصي نفسي وإقواني في الجزائر الحبيبة بأن يتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى وأن يستغلوا هذه الأيام لأنها أيام فاضلة وهي أفضل كما قال العلمة هي أفضل حتى من العشر الأواخر من شهر رمضان فالإنسان يستغلها في قراءة القرآن في الصدقة في كذلك في الصيام أيضا الصيام من أول ذي الحجة إلى التاسع من ذي الحجة لأن فيها يوم عارفة ويوم عارفة لما سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن فضله قال أحتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والتي بعدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالإنسان ماذا به يقوم بالعمال الصالحة في هذه الأيام والعمل في هذه الأيام مضاعف وأجرها إن شاء الله مضمون عند الله عز وجل الشيخ عبدالقادر سنتي إمام مسجد البشير الإبراهيمي بالجزائر العاصمة شكرا على هذه المداخلة الطيبة والقيمة